مشاهدين في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم الأحوال الجوية المتوقعة اليوم غد الأحد يوم غد الأحد الأجواء مستقرة تقريبا في معظم مناطق المملكة وأجواء معتدلة في النهار لطيفة بالليل لكنها تميل إلى البرود قليلا في المناطق الشمالية أيضا هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي في المناطق الجنوبية الغربية وبعض الغربية يعني تظهر بعض السحب المتفرقة السحب الركامية والركام المزني قد تؤدي إلى سقوط بعض زخات من المطر لفترات محدودة خاصة في فترة ما بعد الظهر أيضا هناك احتمالية لتشكر الضباب في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من المملكة وبعض المناطق الشرقية خاصة أثناء الليل ليلة السبت على الأحد وليلة الأحد على الاثنين تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب وهذا أيضا نحذر منه ونرجو من الجميع أخذ الحيطة والحضر إذن بشكل عام أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا وبالتالي في الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة في الرياض هذه الليلة أجواء تقريبا لطيفة في الليل الصغرى بحدود 20 درجة مئوية الأحد أجواء معتدلة بالنهار العظمى 30 والصغرى 20 مع ظهور أيضا يوم الاثنين بعض السحب وأيضا الأجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا العظمى 30 والصغرى 19 ويوم الثلاثة انخفاض قليل على درجات الحرارة لكن أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا العظمى 28 والصغرى 18 درجة مئوية مشاهدينا نتمنى لجميع السلامة أوقات سعيدة وشكرا لمتابعتكم وأدمتم في أمان الله